اشتركوا في القناة رئيساً للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني تحل بالجزائر في زيارة عمل وصدق على رأس وفد وزري هام والعلاقات الجزائرية الإيطالية صورة مثلاء للروابط الوثيقة والشركة الاستراتيجية الموثوقة وفي النشرة نماذج مثمرة لشراكة الجزائرية الإيطالية في مجال المحروقات والطاقات المتجددة بين سوناتراك وإني ومشروع استثماري واعد في تركيب وصيانة المصاعد برهان نقلة الخبرات والتكنولوجية الحديثة تساقط كثيف لثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية للبلاد ومتابعة ميدانية من التليفزيون لجهود وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح وأعوان التدخل لفتح المسارك والطرقات بداية هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون سيد إبراهيم غالي إثرى تجديد الثقة فيه أمينا عاما لجبهة تحرير الساقي الحمراء ووادي الذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في رسالة تهنئة هذا نصها صاحب الفخامة إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة تحرير الساقي الحمراء ووادي الذهب فخامة الرئيس وأخي العزيز يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم أمينا عاما لجبهة تحرير الساقي الحمراء ووادي الذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة أن أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهمكم النبيلة خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي كما يطب لي بهذه المناسبة أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لإجابة البوليساريو وأحيي سمود الشعب الصحراوي الشقيق الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلاة وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة تفضل فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمع عبارة التقدير والمودة إبراهيم غالي رجل القضية العادلة ورمز النضال الصحراوي بمسيرة حافلة تقلد فيها العديد من المناصب القيادية سياسيا وعسكريا مكافحا منذ الاستعمار الإسباني وعلى النهج نفسه ضد الاحتلال المغربي البورتري لعمار تواغين إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواذي الذهب تاريخ مجيد ومسيرة النضالية لأحد رموز وأيقونات القضية الصحراوية الرجل يعد أحد مؤسسي الحركة التحرورية لتحرير الصحراء الغربية من موليد التاسع عشر أوت سنة ألف وتسعمائة وتسعين وأربعين بمدينة السمارة قاد أول عملية عسكرية ضد الاستعمار الإسبانية التي كانت الشرارة الأولى لإعلان الكفاح المسلح في العشرين ماي ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين عين وزيرا للدفاع في أول حكومة للجمهورية الصحراوية سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين يعين بعدها عضوا في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو من المؤتمر التاسع إلى المؤتمر الرابع عشر شغل عديد المناصب العسكرية ليعود بعدها وزيرا للدفاع لخمس سنوات من يناير ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين إلى سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين بعدها انتقال إلى السلك الدبلوماسية ليعين ممثلا لجبهة البوليساريو في إسبانيا بعدها عين سافيرا للجمهورية الصحراوية في الجزائر سنة ألف وثمانية لينتخب أمين عامل لجبهة البوليساريو في التاسع من جوان ألف وستة عشر ليجدد الشعب الصحراوي الثقة في شخص الرئيس دمنا مجريات المؤتمرين الأخيرين ويعتبر براهيم غالي ثالث أمين عامل لجبهة البوليساريو بعد كل من الشهيد الولي مصطفى السيد والرئيس الراحل محمد عبد العزيز مسيرة تاريخية مشرفة عكسها الالتفاف الكبير للشعب الصحراوي حول الأمين العام إبراهيم غالي لمواصلة مشوار النظال تماشيا مع تطلعاتهم في الحرية والاستقلال في النشاط البرلماني وتحضيرا لانعقاد دورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قوريشي نياس اللقاء كان فرصة لإبراز استعدادات البرلمان الجزائري لاحتضان هذه الدورة في ظروف جيدة في تعاون الجزائرية الإيطالي شرعت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني اليوم في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر على رأس وفد وزري هام وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هواري بومدينة الدولي الوزير الأول إيمان بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة وبمقام الشهد بالعاصمة وقفت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني التي كانت مرفوقة بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب دقيقة صمت أمام النصب التذكري المخلدي لشهداء الثورة التحريرية المظفرة ترجمة نانسي قنقر العلاقة الجزائرية الإيطالية موذج للروابط الوثيقة والشراكة الاستراتيجية الموثوقة في صورة مثلى لتنسيق والتعاون بين ضفتي المتوسط الجزائر وإيطاليا تجمعهم علاقة تاريخية ونظرة استشرافية ورؤى متوافقة في ظل الرهانات الجيوسياسية الجديدة المتابعة لحرية جرجار محور الجزائر روما يعيش على وقع ديناميكية ترسمها الإرادة السياسية المشتركة للجزائر وإيطاليا على أعلى مستوى ويتضح هذا المسعى ويتأكد من الوترة المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية الجزائرية الإيطالية من خلال العديد من الاتفاقيات وزيارات رسمية ممثلة في زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى روما خلال السنة المنصرمة وقبلها بأشهر فقط زيارة الرئيس الإيطالي سرجو مطاريلا إلى الجزائر العلاقات الجزائرية الإيطالية المتجدرة في عمق تاريخ البلدين عرفت محطات جديدة تذكرنا بصدق العلاقات المنسجمة القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية الفراغماتية في رعاية المصالح المشتركة شراكة وجدت في البلدين تربة خصبة لترقيتها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية المتميزة علاقات بين إيطاليا والجزائر علاقات قوية وستتقوى أكثر إن شاء الله في المستقبل القريب جدا إيطاليا بنسجها الصناعي وقوتها الاقتصادية وعمقها الأوروبي وجدت في الجزائر شريكا متميزا ببعده الإفريقي ومؤهلات في حجم مساحة الجزائر وفرص الاستثمار قل ما تجتمع في بلد واحد معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجمع الجزائر وإيطاليا منذ 18 سنة سمحت برفع سقف طموح التعاون الثنائي على المستوى المغاربي والأوروبي والإفريقي بحيث أصبحت شراكة الجزائرية الإيطالية نموذجا ناجحا بين بلدين من ضفتي المتوسط ورقما بارزا في المعادلة الجيوسياسية على ضوء الرهانات الدولية الجديدة قناعتنا هو أن مستقبل أفريقيا ومستقبل أوروبا يجب أن يكون مستقبلا مشتركا والجزائر في هذا المجال هي نقطة هامة مركزية الجزائر إيطاليا علاقات تاريخية واستراتيجية وصفحة جديدة على دربي ومبادئ صديق الثورة الجزائرية إنريكو ماتي الذي سند القضية الجزائرية خلال ثورة التحرير المجيدة روابط وعلاقات يعززها الطموح وتطلع إلى توسيع أفاق تعاون الاقتصادي والشركات البينية المثمرة متعددة لأقطاع وزيل أبو شارب تفصل في حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا ومجالات وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين علاقات ممتازة تلك التي تربط الجزائر بإيطاليا على الصعيدين السياسي والاقتصادي إيطاليا شريك تقليدي وجد في الجزائر الشريك الموثوق علاقات ثنائية لا تخضع لأي نوع من الميزاجية السياسية زيارات رفعة عززت هذه العلاقات وغيرت المعادلة من علاقات تجارية محظى إلى علاقات مربحة ليبلغ حجم المبادلات البيني ثمانية ونصف مليار دولار سنة الفين وإحدى وعشرين توافق كبير في وجهات النظر لا سيمة بخصوص الأمن الطاقوي أعتقد هذه العلاقة علاقة ممتازة جدا على غرار بعض العلاقات في أوروبا التي دائما تخضع للمزاجات وتخضع أيضا للمتغيرات والمؤثرة الخارجية ربما عوامل سياسية وعامل غير اقتصادي لأثرت في بعض العقود عقود هامة جدا وعقود قيمتها كبيرة جدا لأثرت في العلاقات السياسية من جهة العلاقات الإقتصادية أيضا إذن إيطاليا تعتبر شريك مثالي وأيضا موثوق للجزائر لتبني عليه سياسات متوسطة وبعيدة المدى الطاقة أحد أهم أوجه التعاون بين الجزائر وإيطاليا أربعة عشر مليار متر مكعب من الغاز تضخها الجزائر سنويا لإيطاليا كمية ستتضاعف خلال هذه السنة والسنة المقبلة لتصل لمائة مليار متر مكعب من الغاز خط أنبيب نقل الغاز أوريكوماتي يربط البلدين منذ عقود حيث تغطي الجزائر احتياجات إيطاليا من الغاز بنسبة 40% لكن حكومة ميلوني تطمح في إحياء مشروع خط نقل الغاز جارسي من جهتها تأمل الجزائر في توسعة هذا التعاون إلى قطاعات أخرى تشمل التقاط المتجددة الصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات أيضا تمثل الصناعات الغذائية والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري مجالات واعدة للاستثمار كما شكل دخول ستيلانتيس لصناعة السيارات على الخط قفزة نوعية في الشراكة البينية تتميز إيطاليا بخبرة واسعة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يبلغ عدد هذه المؤسسات خمسة ملايين مؤسسة لذا تسعى السلطات العمومية جزائرية للاستفادة من هذه الخبرة هذا ويبلغ عدد الشركات الإيطالية الناشطة في الجزائر أزيد من 200 مؤسسة هذا العدد مرشح للارتفاع مستقبلا بفضل تحسين مناخ الأعمال والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين الأجانب ومجال المحروقات والتقم بين أبرز وأهم مجالات تعاون الجزائرية الإيطالية حيث يعد مركب معالجة النفط ببئر الأرباع شمالة شراكة نموذجية بين سونتراك وإيني من خلال مشاريع تطويرية عديدة آخرها محطة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية مصطفى هتهاد الشراكة في مجال الطاقة محور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا مركب معالجة النفط بمنطقة إبير أرباع بورغلا الذي يشرف عليه مجمع سونتراك أوني من أهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين منذ إنشائه يعرف المركب تطورا مستمرا من ناحية الإنتاج والمشاريع آخر هذه المشاريع كان في مجال الطاقة المتجددة المحطة الكهروضوئية 10 ميجاواط لإنتاج الطاقة الكهربائية المحطة الممتدة على مساحة 20 هكتار تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9 كيلوطون في السنة جهزت مؤخرا بمخبر لمراقبة عمل الألواح الشمسية ومرضودية الإنتاج من هذا المخبر نضع معدة أنواع من الألواح الشمسية ونجري عليها تجارب من ناحية الفرق في الكومون ونهدف إلى اختيار النوعية الممتازة من حيث الطاقة المحطة الكهروضوئية تساهم بـ 15 من المئة من احتياجات مركب معالجة النفط من الطاقة وبعد عمليات تطويره التي عرفت ثلاث مراحل وصلت القدرة الانتاجية للمركب إلى 120 ألف برميل يوميا وينتج حاليا 72 ألف برميل من النفط و5.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المعالج يوميا المركب يسير وفق تكنولوجيات حديثة في مجال إنتاج الطاقة ويشرف عليه عمال وإطارات موطنية في جميع التخصصات وفي إطار توسيع المركب انطلق مجمع صناتراك أوني في مشروع إنجاز محطة كهروضوئية جديدة مشروع يعكس حركية الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وإيطاليا وإمكانيات تطويرها لتشمل العديد من المجالات مصنع سيام للمساعد بيتلمسان وموذج ناخل شركة الجزائرية الإيطالية حيث يضمن حجم إنتاج يصل إلى 5000 مصعد في السنة بفضل يد عاملة جزائرية مؤهلة يقول مسين حميان هذا المصنع الواقع بالمنطقة الصناعية عين الدفلة شتوان بيتلمسان ثمرة شركة جزائرية إيطالية جمعت شركتي سوريماب وصيام الجزائر للمصاعد تركيبا صيانة وتطويرا بشكل مستمر من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مبتكرة ومستدامة بقدرة إنتاجية قد تصل إلى 5000 مصعد في السنة بعد وضعها حيث الخدمة أسنسر الجغيل للمصاعد يجسد بالفعل العلاقات الوطيدة بين البلدين التي رسخها رئيس الجمهورية من خلال زيارته إلى إيطاليا ومن خلال استقباله للرئيس الإيطالي مؤخرا تمكنت في أول تجربة لي في المصنع والاحتكاك مع الخبرة الإيطالية اكتساب عدة مهارات في المجال من أجل توفير منتوج الصنع الجزائري بجودة أوروبية في الأسواق الجزائرية مصنع يترجم العلاقة الوطيدة التي نسجت بين البلدين والرغبة الثنائية لنقل التكنولوجيا والخبرة لتجسيدها ميدانيا بنسبة إدماج عالية وتوفير جودة منتج يتوافق مع حاجية الأسواق المحلية والتفكير في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية تسعى المؤسسة لتجسيد استراتيجية السلطات العليا بالاهتمام بالصناعة لإشباع السوق الوطنية والتصدير إلى الخارج المصاعد التعنا سنبازع على الجودة العالية لتقارن الجودة الأوروبية والنحن المنتوج التعناه سيذهب إلى الإنتاج الخارجي الشركة الجزائرية الإيطالية للمصاعد بتلمسان نظرة مستقبلية مشرقة للصناعة الجزائرية استشراف للاستثمار الفاعل وفاعلية في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكرية الثنائية الجزائرية الإيطالي استقبل اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية اليوم بالأميرالية مقر قيادة القوات البحرية الشهيد سويداني بوجمعة استقبل رئيس أركان البحرية الإيطالية الأميرالونريكو كريدون ديونو حيث تناول الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما موضوع التعاون في المجالات التي تخص البحريتين وفي ذات الإطار وبهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري بين قواتنا البحرية والبحرية الإيطالية رست يوم أمس بميناء الجزائر الفرقة الحربية الإيطالية كعبينياغ F593 حيث وبعد توقف كام قائد الفرقة البحرية الإيطالية بزيارة مجاملة لقائد الوجهة البحرية الوسطى على مستوى القاعدة البحرية الوسطى بحضور ملحق الدفاع لدى سفارة إيطاليا بالجزائر على همش مشاركته في أشغال الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامر استقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية والتزامه بصفته رئيس القمة العربية الحالية بالعمل على تعزيز التضامن مع ليبيا الشقيقة والمساهمة في الجهود الرامية لتمكين الأطراف الليبية من الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزم الراهنة هذا وشكل الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب بمشاركة رمطان العمامر وبحضور ممثلية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي شكل فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات قمة نوفمبر بالجزائر كما تم التركيز على تطورات المسار السياسي في ليبيا وسبول توحيد الجهود الأممية والإفريقية بالتعاون مع دول الجوار لإيجاد أرضية توافقية تسمح للأطراف الليبية بتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتنظيم انتخابات ديمقراطية تنهي الأزمة بصفة دائمة كما سمح الاجتماع باستعراض سبول توطيد العمل العربي المشترك والتحديث أسالبه وفقا للمقترحات البناءة التي صادقت عليها القمة العربية بالجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في التعاون الجزائرية ليبي دائما حل أمس وزير التعليم العالي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا عمران النقيب حل بالجزائر في زيارة تدوم إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجري وسهل الوزير ليبي زيارته اليوم من الجامعة المركزية حيث طاف بأجنحة مكتبة الجامعة كما زار مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بباب حسن ليختتم جولته بجامع الجزائر مشهدا بروعة وعظمة هذا المعلم الديني الحضارية إلى أخبار التقسو على إثر التقالبات الجوية التي تشهدها العديد من ولاية الوطن جهود كبيرة تبدلها وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية وأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية لفتح المسالك والطرقات التي تسببت الثلوج المتساقطة في انصدادها المتابعة لليندا مكي تأكيدا لرابطة جيش أمة تواصل وحدة الجيش الوطني الشعبي جهودها في إزالة الثلوج بولاية تيزيوزو وفتح المسالك والطرقات ومساعدة المواطنين العالقين بفعل التساقط الكثيف للثلوج الجهود كذلك تواصلت على مستوى قيادة الدرك الوطني بتشكيل خلية متابعة على مستوى مركز الإعلامي والتنسيق المروري بشراغة هذه الخلية مهمتها متابعة الوحدات والتشكيلات في الميدان وتوجيهها من أجل فك العزلة على المواطنين وتسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة للمواطنين كذلك تم وضع عدة مخططات تدخل استباقية حسب خصوصية كل منطقة أما بالمدية مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية وضعت مخططا لتأمين حركة المرور وتدعو مستعملية الطرقات للتقيود بالسلامة المرورية سخرت مصالح أمن ولاية المدية كافة إمكانياتها المادية والبشرية قصد مرافقة توجيه المواطنين في تنقلاتهم من خلال تنظيم وتسهيل حركة المرور ومدية المساعدة ويبقى الخط الأخذر 15-48 وخط النجدة 17 تحت الصرف المواطنين مع الحماية المدنية الفوق الله يبارك الله يبارك رأنا متلثة أصبح رمعنا وقفين بالأقل ردوا باكم راح يترق السلاش ردوا باكم وردوا باكم يخافوا على الباراء اللي باصاجين يخافوا عليهم الحمد لله نعمة من عند ربي الحمد لله نعمة أخذوا الحيطة والحذر أمر ضروري لتفادي حوادث المرور هذا هو أفد الدوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة تواصل تساقط الثلوج على المرتفعة الوسطى والشرقية من الوطن والتي يتجاوز علوها 800 متر ياسينيا حسيني انخفاض محسوس في درجة الحرارة تشهده عدة ولايات شمالية وداخلية واضطرابات جوية مرتقبة يتوقعها الدوان الوطني للأرصاد الجوية ستستمر طيلة الشهر الجاري نشرية جوية خاصة بموجة برد بتتها مصالح الأرصاد الجوية تخص كل من منطقة جلفة، لمدية، بويرة، برج بوعريريج، ستيف، ميلا، قسانطينا، باتنا، خنشلة، أم البواقي وكذلك منطقة تبسة إذن هذه النشرية الخاصة تقول أن درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق لن تتعدى 6 درجات مئوية فقط أما الدنيا فقد تقارب ناقص 6 درجة مئوية أي 6 درجات تحت الصفر وهذا الوضع على هذه الولايات سوف تستمر يوم الأحد، يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثة بإذن الله ولحماية الأشخاص والممتلكات يقوم قسم التنبؤات للدوان الوطني للأرصاد الجوية بتحرير نشرات خاصة يتم فيها تحليل مختلف النماذج الرقمية العالمية والوطنية لرصد آخر مستجدات التقلبات الجوية بعد التأكد من الوضعية الجوية نقوم باجتماع مع حضور مختلف إطارات ومختلف متنبئين على المستوى المركزي وكذلك المتنبئين على المستوى الجهوي وهذا للتشاور حول الولايات المعنية بالنشرية الجوية الخاصة هذا وسيعرف جنوب الوطن تساقط كميات معتبرة من الثلوج على مرتفعات ولاية بشار شمال الصحراء والواحات خلال الأيام الثلاثة المقبلة في إطار التكافل الدولة بسكنة المناطق المتضررة من حرائق الغبات خلال الصيفة الماضية قامت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي بتوزيع مفاتيح وحدات سكنية على العديد من المواطنين المتضررين بمنطقة حمام بن صالح الحدودية بولاية الطرف ساعد بلأس بعد حرائق الصيف الماضي والتي مست مواطن المناطق الغابية الجبلية بولاية الطرف في مساكنهم وممتلكاتهم الدولة وبمؤسستها الرسمية والتضامنية تسابق الزمن لتعويض المتضررين تحية خاصة للهلال الأحمر الجزائري على أقوفهم بجانبنا ودعمهم ومساندتهم ورفقتهم لنا من بذية الحريق اليوم من هذا كطر خير الدولة والهلال الأحمر وصير رايس الهيبنا صح كل شو الحمد لله اليوم وببلدية حمام بن صالح الحدودية بولاية الطرف والتي كانت مصرحا للحرائق التي أذرت بالمواطنين في مساكنهم تم تعويض العديد منهم بسكنات جديدة تكفل ببنائها الهلال الأحمر الجزائري الهلال الأحمر الجزائري رافق العائلات الجزائرية إبان الحرائق واليوم راه يكمل في مرافقة هذه العائلات بعد الحرائق لقد كنا من أول الناس لحضروا هنا كدراع إنساني للدولة الجزائرية وكمرافقين للسلطات العمومية المتطوعين تعله الهلال الأحمر الجزائري حضروا المنطقة ابني صالح وأنا شخصيا كنت هنا رافقنا هذه العائلات تعهدنا بإعادة بناء وإعمار هذه المنطقة قمنا بمعاية المجلسة الشعب البلادي بالتنازل عن هذا الماقر لفائدة الهلال الأحمر من أجل تقديم الخدمات الإنسانية لراهي من المهم النابلة للهلال الأحمر الجزائري منطقة ابني صالح الغابية الجبلية بولاية الطرف شاهد على أن الحريق مر من هنا والدولة تكفلت عبر الهلال الأحمر بإنجاز مركز متخصص في إيواء الأشخاص بدون مأوى في منطقة حدودية وعرة التضاريس وبإليزي استفاد أزياد من 18 منطقة ظل بولاية إليزي من برامج تنموية استعجالية على غرار شق وتعبيد الطرقات عبر مختلف المناطق النائية إضافة للتشييد العديد من الهياكل التربوية وتوفير المياه الصالحة للشرب المزيد مع أبراهيم بالخير تحصي ولاية إليزي 18 منطقة ظل تشتركه في بعد المسافة وصعوبة المسالك المؤدية إليها استفادت في الأونة الأخيرة من برنامج تنموي استعجالي بأغلفة مالية معتبره بين شق وتعبيد للطرقات المؤدية إلى هذه المناطق النائية وبنائه أقسام توسعية ومطاعم مدرسية جديدة بالنسبة للتنمية في ولاية الجنوب حقيقة عرفت قفزة نوعية خاصة فيما يتعلق بإنجاز المسالك نحو المناطق النائية ومناطق الظل التي تحصلت على الكثير من بشاريع التنموية التي من شأنها تحسين الأطول المعيشية للمواطن والطريق هذا بين القريات راوية تخدم ماذا بنا يكمل إلى طرق رقم ثلاثة باش على قل المواطن يسافر بفرحته والمرياض وكله الرئيس الجمهورية أعطى أولوية لمناطق الظل وإحنا كشباب يعني كشباب هذه المنطقة وقفنا على بعض المشاريع اللي كانت يعني منجزة على مستوى بعض المناطق الظل والمشاريع اللي راهي حاليا يعني في طريق الإنجاز وراءنا إن شاء الله نحاول أن نكملها بمئة بالمئة ونقوم معها مسئلين ونوصلوا إلى انشغالها نتاحهم وبهدفه توفير المياه الصالحة للشرب للبدو الرحل بالمناطق النائية والبعيدة شرعه في حفره آبار ارتوازية وتجهيزها بمعدات الضخي بالطاقة الشمسية الحمد لله الكلام موجود والمجهولات تنتعى الدولة راهي قيمة بها كما يلزم فيما يخص تجهيزات تنتعى الآبار الرعاوية لدينا برنامج تعميات وحدة تعتاقة الشمسية ليقدر المربي يستفاد منها ويتكون عنده سهولة لإقتناها المادة الأساسية للشرب والأغنى متاعه هذا البرنامج جرى تقريباً 60-55% وموازاة مع إنجاز حيادات طبية جديدة بمختلف المناطق النائية قوافل طبية دوري يحتجب هذه المناطق بهدفه إجراء فحوصات طبية شاملة وتوزيع الأدوية على المرضى دولياً وفي الملف الصحراوي هكذت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسان استضافة مدينة غانفخوفي لورشي الفرنسية لجمعيتها العامة هو دعم للتضامن مع الشعب الصحراوي وتفعيل للعمل السياسي والإنساني لإجابة البوليساريو في فرنسا لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال مهم جداً بالنسبة لنا بعد ثلاثين سنة من التوأم مع مدينة صحراوية أن نجدد دعمنا للشعب الصحراوي حول حقهم في تقرير المصير ليتمكن الصحراويون من نيل استقلالهم وهذا ما نتمنه أن تحمله السنوات القادمة لقد كانت جمعية عامة ناجحة وهامة جداً لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونحن نعمل كثيراً على قضية حقوق الإنسان بشهادات مأساوية لصحفي مغربي لاجئ بفرنسا كان مسجوناً بالمغرب بسبب تحقيقات وتنديده بانتهاكات المخزن والآن نعمل على ملف حماية الموارد الطبيعية لشعب الصحراوي كان اللقاء مثمراً جداً اليوم مع جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حيث قمنا بتقييم مدى تطور الأوضاع مع التركيز على أحقية الشعب الصحراوي في استغلال طرواتها بحيث نرجو بأن تأخذ العدالة مجرها في الإلغاء النهائي لاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المحتل المغربي تمكننا من التقدم على مستوى العديد من الهيئات كمجلس حقوق الإنسان ونحن نطالب بالعدل في التعامل مع نشطاء الصحراويين الذين يتعرضون لاعتقالات تعسفية في نضالهم لإيصال قضيتهم ولذلك نطالب بتطبيق القانون الدولي للتعسف بالمغرب صنف البنك الدولي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي صنف المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد ارتفاعاً واسعاً في أسعار المواد الغذائية الأمر الذي يفسر موجة السخط في البلاد وعلى خلفية قرار البرلمان الأوروبي نظمت اليوم مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق صراح كافة المعتقلين السياسيين والسجناء الرأي في البلاد فيما انظم المئات من سكان مدينة مكناس وقفة احتجاجية جابت شوارع المدينة هذا ورحبت عدة منظمات دولية حقوقية بقرار البرلمان الأوروبي المدين لانتهاكات نظام المخزن لحرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب إلى إسبانيا الآن حيث تشهد العاصمة مدريد مظاهرة حاشدة مطالبة برحيل رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز الذي يواجه أزمة سياسية وديبلوماسية اندلعت في الأشهر الماضية بسبب مواقفه المنافية للشرعية الدولية ولجهود الأمم المتحدة هذا وتظهر عشرة الألاف من عمال القطاع الصحي في مدريد احتجاجاً على الإهمال الحكومي لنظام الصحة العامة ونعود إلى أخبار الوطن وبالتحديد إلى الأجواء المصاحبة لمنافسات الشان حيث حظي منتخب أنجولا للمحليين بجولة استكشافية للمسجد القطب عبد الحميد بن بديس حد أبرز المعالم الدينية بوهران تقول نوال اسماعين فراغي المسجد القطب عبد الحميد بن بديس بوهران هذا الصرح الديني شكل الوجهة السياحية التي زارها فريق المنتخب الأنغولي المشارك في بطولة الشان الجامع الذي انبهر زائريه بجمال تصميمه إنه مكان رائع جميل وكبير لم أشاهد مثيلا له قبلا أنا جد منبهر بهذا المكان ونحن مرتاحون بهذه الولاية التي أحبها كثيرا لأنها جميلة بعد 20 يوما من العمل الجاد هو أول يوم من إجازتنا لحسن الحظ سمح لنا المنظمون بهذه الفرصة للقيام برحلة في المدينة وزيارة نقاط مثيرة للاهتمام وربما يكون هذا المسجد بتأكيد من أهم الأماكن في المدينة إنه رائع ولم أكن أعلم أنه بهذا الشكل نحن مندهشون من جمال المكان هي ليست المرة الأولى التي أزور فيها الجزائر بلد رائع أنا أحب هذا البلد أشكر شعبه وتنظيم الشان أيضا الجولة السياحية تأتي للتعرف عن قرب على ما تسخر به الجزائر من معالم سياحية ودينية والإطلاع على روعة هندستها المعمارية جميل أن الناس أكثر ترحابا ولطفون للغاية ومضيافون وأدعو الأفارقة لزيارة الجزائر كان لنا شرف أنه نسقه هذه الجولة السياحية في أحد المعالم الأترية والمعالم اللي نشرف بها مديتوران هو المسجد بن باديس اللي كان هناك الفريق إطلال عليه هو تعرف على التقافة أيضا التقافة الدينية الجزائريين وحتى يكون لهم فرصة أن يعرفوا بين ديننا دين تسامح دين نرهية ودين لي خلينا نتعيش مع عدة حضارات وعدة قيم وعدة مجتمعات خاصة إفريقيا مرحبا في إفريقيا تنظيم مثل هذه الخرجات لفائدة المنتخبات الإفريقية تعتبر بمثابة الداعم لتنشيط السياحة الدينية للبلاد وفي حضرة الموروث الجزائري العريق وجد وفد من السياح الإيطاليين وجدوا ظلتهم من قصر رياس البحر بالعاصمة حيث صالوا وجالوا بين ثنايا المعروضات العريقة والقطع المتفردة من ألبسة وحلي ونمط عمراني متميز للمحروسة وكلها شواهد ماثلة لأمجاد وعراقة الأمة الجزائرية حنان بورايو من إيطاليا وفدوا إلى الجزائر وبقصر رياس البحر أو حسن 23 كانت الفسحة بين تراث زاخر ومعمار مميز للبهجة المحروسة تعجبني الجزائر هي مدينة رائعة هذا القصر مدهش لأن هندسته مختلفة جدا على ما عندنا في إيطاليا إنه جميل ومهم جدا أنا مندهشة جدا من تراث وعادات الناس هنا وخاصة تقاليد السيدات غنية جدا ومتنوعة هي مختلفة عن ثقافتنا حسن حفظ فيما مضى المدينة ويصون اليوم بكل أمانة تقاليدها بين أروقته المزينة بقطاع الزليج الأصيل وأعمداته الرخامية الشامخة تباهت الجزائر بتراثها اللباسي الزاخر فعلى أقمشة القاطفة والحرير كتبت خيوط المجبود والفتلة الذهبية تراثة المحروسة فصممت الجبادول بأحجاره وألوانه البهية الكراكو العاصمي ومحرمة الفتول والجبة القسنطينية بإحاءاتها الملكية صار في خيوط من الذهب يعني في كل مناطق شرق غرب جنوب أيضا شرق وطبعا ما ننسوش أنه حتى لباس الفارس لباس الرجل لباس الفارس أيضا كان يطرز بالبدعية أو الجبادولي للحلي الجزائري قصص ضاربة في التاريخ بأصالتها وعراقتها المشهودة فالكثير منا يعرف خيط الروح ولكن ما قصته هناك أستورات تقول أنه ظهر عنده وحد العائلة حيث أنه وحد العائلة يستقدم لبنتهم وقدم لهم عقد كان خفيف شوية كان رفع كي شفتوا الأم ديالها قاتلهم هدايا عقد في غير الروح لأنه كان رفع جدا وبعد الأب ديالها داهو داره لاع الجبين قالها ابنتي هديو المغير لنحتع الجبين ديالك خيط الوصل بين ماضي زاخر تنسج في حاضر يخلد عراقة الجزائر ويفتن كل من جاءها زائر وبالعودة إلى الوضعية الجوية التي تشهدها البلاد حيث ينضم إلينا مباشرة من ولاية ميلا الزميل محمد عبدون إذن محمد أهلا بك ما هي الوضعية بميلا؟ تحية لك سهام يتواصل تهاطل الثلج والثلوج ثلوج الخير على بلد الخير ولاية ميلا كانت معنية بنشرية خاصة صادرة عن وصالح الأرصاد الجوية أفادت بتساقطات ثلجية معتبرة على مدينة ميلا على غرار باقي ولايات الوطن الغربية والوسطى وللوقوف على حجم ما جندته سلطات المحلية لفك العزلة على المواطنين في القرى والمشاتي وأيضا فتح الطرقات بالنسبة لحركة السير خاصة بالنسبة لسيارات نقل البضائع ومركبات نقل البضائع يحضر معنا سيد ولي ولاية ميلا سيد مصطفى قريش سيادة الوالي مرحبا مرحبا برفع الأمطار وتلوج الخير وحسب المواطنين ناس كبار منذ 12 سنة لم يسقط التلج بهذه الكتافة عزانك في البداية سيادة الوالي على حجم ما جندته السلطات المحلية من إمكانيات لفك العزلة على هذه المضاشر والقرى الحقيقة نصبنا الخليط الأزمة منذ ثلاث عيام بعد مباشرة بعد صدر البي ام اس نصبنا الخليط الأزمة وعندها بسيدة التوحى على مستوى الضوائر والبلديات تقريبا في كل بلدية كانت ثلاثة أو أربعة تقريبا في كل بلدية كانت ثلاثة أو أربعة نقطة بالفعل التلج ما زال تلاحظوا في راتح يخوها نعود الحلو يعود يطيح نعود الحلو نحن أنا قاعدين هنا إلى أن تفتح كل الطرقات على مستوى هذا الطريق وهو حملة لأنه هي أعلى نقطة منها للاسكيك داخل الوضعية متحكم فيها سيادة الوالي لأحد الأهل الوضعية متحكم فيها فيما يخص الغاز غاز البيطال كان بعض المشاتين ما عندهم غاز البيطال رنام حضرين 3668 قرعة غاز اللي يطلب نجيبوله جيش الوطني الشعبي أيضا تخريسا لرابطة جيش أمة لحد الساعة ما كل رنام تحكمي في الأمور لكن إذا كانت لاحقة الخطورة بالفعل القوة الصامتة وهو الجيش الوطني الشعبي دائما في الواجهة نلغو له آخر سؤال سيادة الوالي سد بن هارون معروف بأنه وعاء مائي يسقي العديد من الولايات والعديد من المدن إذن هي أمطار خير يعني على السد هذه هي الأكبر فرحة تعنا وهي كل الولايات تقريبا ستة إلى سبعة تاعة الولايات لأننا نشربوا لهم الماء راما فرحانين والبارج إن شاء الله دومة جراها الليل كنا تشوفوه في النهار أو بداية عمر إن شاء الله وهذا بادرة خير إن شاء الله في 2023 إن شاء الله شكرا جزيلا سيد مصطفى قريش والي ولاية ميلا وفعناكم إذن بالمباشر للوقوف عن ما جندته ولايات الوطن تقريبا جندت نفس الوسائل من أجل فك العزلة على المناطق التي كانت معنية بهذه التساقطات تساقط الثلوج وأعيد وأكرر بأنها ثلوج وأمطار الخير على بلد الخير عودة إلى زملاء أبي البلاطول المركزي شكرا لك محمد عبدون ولضيفك الكريم سيد الولي ونشكر كذلك جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي الأمن الوطني الحماية المدنية وكذلك الدركة الوطنية في الختام نختنم معا هذه المشاهد الاستثنائية التي صنعتها الثلوج المتساقطة على مرتفعات الوطن وصنعت بدورها فرحة واستبشار المواطنين ومتعة وسرور الأطفال تقول ما يخاف ارتياح كبير للمواطنين إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عمت مختلف ربوع الوطن فلبست الجبال والمرتفعات حلة بيضاء ناسعة العائلة خرجت رفقة أبنائها لقضاء أوقات من المتعة واللعب بالثلوج المتساقطة وأخذ سور للذكرى أجواء هيلة بزاف 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 هكتشوف متعة هالولادهم يلعبوا وهذه المتعة ربي بارك رزقنا ربي بالغيث الله يبارك ما شاء الله أجواء مليحة والحمد لله وإن شاء الله ربي يدومها نعمق ويحفظها البلاد ورب يجيب الخير إن شاء الله هي إذن أمطار خير وثلوج بركة تبشر بموسم فلاحي مثمر ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز ما أوردنا فيها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يهني والسيد إبراهيم غالي على إثر تجديد الثقة فيه أميناً عاماً لجباة تحرير السقي الحمراء وودي الذهب ورئيساً للجمهورية العربية السحراوية الديمقراطية رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيان ميلوني تحل بالجزائر في زيارة عمل وصداقة على رأس وفد وزري هام والعلاقة الجزائرية الإيطالية صورة مثلى للروابط الوثيقة والشركة الاستراتيجية المكتوقة وتبعتم في النشر نماذج مثمرة للشركة الجزائرية الإيطالية في مجال المحروقات والطاقات المتجددة بين سونتخاك وإني ومشروع استثماري واحد في تركيب والصيامة المصاعب برهان نقل الخبرة والتكنولوجية الحديثة تساقط كثيف للثلوج على الملتفعات الوسطى والشرقية للبلاد ومتابعة ميدانية من التليفزيون لجهود وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح وأعوان التدخل لفتح المسالك والطرقات كان معكم في الإخراج كامل مالك وفي رئاسة تحرير شعيب أدر رحمون شكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر